هناك معطيات جديدة بخصوص ظهور مرشح في ليبيا ربما عمد إلى مقايدة دعمه باعتراف ليبيا بعد فوزه طبعاً بدولة الكيان الصهيوني هنا ربما الأوضاع تختلف نوعاً ما لأن المعطيات تتغير تماماً صحيح أننا نحترم سيادة الشعب الليبي الشقيق ونعتبر أن لا حق لغير الشعب الليبي في تدخل في اختيار رئيس هذه الدولة الشقيقة والممثلين في البرلمان صحيح كذلك أن الجزائر قطعت على نفسها لا تتدخل بل أن تساعد قدر المستطاع لشقاء الليبيين على جمع شملهم صحيح كذلك أن كثير من المسؤولين الليبيين الكبار مقتنعين بهذا ويترددون على الجزائر من أجل نصيحة من أجل تبادل التحاليل وكذلك التأكيد على أن موقف الجزائر دائماً وابداً يبقى صلباً ويبقى إلى جانب الشعب الليبي في سياق حرص الجزائر على تجاوز الأزمة الليبية والعمل بالطريقة استراتيجية وبالنظر استراتيجية من أجل استثباب الأمن والاستقرار في المنطقة الأمر الذي سيتيح الفرصة لهذه الشعوب لتحقيق أمالها في التنمية وفي الرفاهية يبقى أن الجزائر تفضل أن يكون على رأس الدول الشقيقة والصديقة رجال أو نساء يحبون وطنهم ويلتزمون بالمصلحة العليا للوطن ولا ينخرطون في حسابات خارجية تجعل منهم ناس صاهرين على مصلحة الغير وليس على المصلحة الوطنية الدقيقة والحصرية فهذا موقف الجزائر هذا ما نريده لأنفسنا ونريده لأشيقائنا بطبيعة الحال نعتبر أن الموضوع الأنسب فيما يتعلق بعلاقات الدول العربية مع المحتل الإسرائيلي لفلسطين هو أن نركز على دعم كل الجهود الرامية إلى إحقاق الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني الشقيق وأن ندفع بعمل الأمم المتحدة تجاه بعث المفاوضات في شرق الأوسط بين المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية من أجل تحقيق هذا الهدف المنشود بدلا من أن تساعد بعض الدول العربية الكيان الإسرائيلي في التوسع والتوجه إلى مناطق عربية أخرى هذا نعتقد أنه لا يخدم السلام للشرق الأوسط ولا يخدم الاستقرار عموما في المنطقة إذن من يعتمد أو يتمسك بالنفوذ الإسرائيلي سواء في ليبيا إذا صدق القول أو في المغرب أو في أي مكان ثاني يعتبر عمل لا مسؤول يعتبر عمل لا مسؤول لا يخدم في شيء مصالح المنطقة وليس مصالح شعوبنا